بسم الله الرحمن الرحيم الحققة ما الحققة وما أدراك ما الحق كذب الثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاوية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل حاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فتعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أغذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاكم قرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكي فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من رسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعش قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذفرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم